وين هالي الشعوب اللي كانت تخرج في الشوالع وفي الملاعب بالروح بالدم نفديك يا اقصى ايو روح او دم وانت ماش قادر حتى اليوم تقدم لهم لكم تعيش ما طلباش لم يطلب منك لا الروح ولا الدم طلبة منك المال فقط الجهاد بالمال اليوم لان المقاومة مش محتاجتك المقاومة عندها خمسين الف مجاهد اللي راهم يديرون في المعركة على الارض ما بين ثلثة الاف والخمسة الاف الاخرين قال راهم ديعدين وينتظروا في الاوامر وينتظروا كل واحد را على صغر عسكرين ما مش محتاجينك قادرين على اشقاهم وعسكرين من تصريع الارض والبيانات اللي يخرج بها سيابو عبيدة حفظه الله حتى الاسرائيلي ما قدروا ش يكذبوها ما قدرواش يكذبوها حتى الاسرائيليين وبلابروغاندا تاحم وبالاعلام القوي تاحم وبتحكمهم في الاعلام وما قدرواش يكذبوا ابو عبيدة معناها ما زلنا الشق انتعنا اللي هو مسؤوليتنا هو الشعب الفلسطيني وهذا الحاضن الاجتماعية التي انتجت هؤلاء الابطال اليوم محتاجين نحنان نحنان نحموهم ونفروهم من الاكل ونفروهم اخصر بدواء نقدي احمو الميدان مش اللي جاي قدام التلفزيون قاعد يبكي الشيخانين بيت نبكي ما مش محتاجين الى دموعك الان ما مش محتاجين الى دموعك الان محتاجين إلى جيبك يتحرك وماكشح تفقر احنا هذه الجزائرين والله هيق الشعب الجزائري يكفي هذا الله والله محتاجين لأي شعب من الشعوب الأخرى يا شعب انفق يا شعب عندك جمعية اليوم قادرة توصل لمساعدات اليوم الحمد لله نعايشين في بلد رئاسة وبرلمانة وحكومة وجيش ومخابرات وأمن كلهم رهم في مسعى تعدعم الشعب الفلسطيني في حقوقه مش تحويس كثير من الشياء